يلا بينا نعمل مع بعض الحمام المحشي بالفريق طريقته سهلة جدا ومش مكلفة خالص وبإذن الله مش هيفرقع معاك وطعمه في منتهى الراع والجمال جربيه وأحسن من المطاعم أو المحلات بإذن الله يعجبكو جدا جدا طريقته سهلة جدا جربوه وقليلي ايه رأيكو فيه في الكومنتات بس قبل ما نبدأ الفيديو يلا حطي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركة ويلا بينا نسمي بالله ونصلى على الرسول وندخل على الفيديو على طول ونشوف طريقة الحمام المحشي بالفريق اللي بإذن الله يعجبك جدا جدا أول حاجة هنعمل الفريق هنروح على البتجاز ونسمي باسم الله وهنجيب الطاصة أو الصينية اللي احنا نشتغل فيها وابدأ أحطي فيها معلقتين كبار من السمنة البلدي زي ما انت شايفين كده وأول ما السمنة بتاعت تسخن كده عندي بقى الكبت والقوانس بتاع الحمام أنا حط عليها فلفل اسود وبشرة بصلايا صغيرة كده مقطعاها وقلبتهم وزبتها حوالي نص ساعة كده في التدبيلة دي الكبت والقوانس بتدي طعم حلو قوي وبعد كده بقى بشوحها كده في السمنة زي ما انت شايفين قدها تشويحها كده وبعد ما شوحتها في السمنة كده عندي بقى بصلايا كبيرة مفرومة ناعم في الكبت زي ما انت شايفين هبدأ أضفها كده للكبت والقوانس زي ما انت شايفين كده وأول ما البصل بتاعي يدبل معايا هنزل بقى بمعلقة فلفل اسود معلقة كامون معلقة بابريكا وكمان معلقة القرفة بتدي طعم حلو قوي في الفريق وعندي بقى ورق لوري المطحون على حبهام ومعلقة الشطة وكمان هضيف عليهم رشة بسيطة من الملحة أو معلقة صغيرة على حسب كمية الفريق بتاعي وابدأ أشوح كل الكلام ده مع بعضه كده شوحت الكبت والقوانس زي ما انت شايفين كده وعندي بقى الفريق بتاعي نقعاف مية سخنة حوالي نص ساعة زي ما انت شايفين وبعد كده صفيته من المية وهبدأ أضيفه للكبت والقوانس زي ما انت شايفين كده هقلبه بنفس الطريقة كده مع بعض وبعد كده عندي بقى جوست الطيب هبشر بقى جوست الطيب زي ما انت شايفين كده بتدي طعم حلو قوي في الفريق بتاعي وهقلبها بنفس الطريقة كده زي ما انت شايفين الفريق بتاعي هنضفه نص كباية من المية مش هزود المية ولا حاجة عشان أنا مش عايزة الفريق بتاعي يعجل ده حوالي نص كباية زي ما انت شايفين كده هقلب الفريق مع الكبه لقوانس زي ما انت شايفين بنفس الطريقة كده واول ما ينشف معايا كده ويتشرب كده الفريق منه المية هو زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى اطف النار عليه والروح بقى نسيبه الاول لحد ما يبرد معانا عندي بقى معلقة كبيرة من البصل المفروم هبدأ اضيفه للفريق بتاعي وعليها كمان رشة بسيطة من الفلفل الاسود بتدي طعم حلو قوي لو عملتيه بالطريقة دي البصلية دي بتخلي الفريق بتاعي يبقى مسكر وتعمه في منتهى الروعة والجمال الحمام بتاعي زي ما انتوا شايفين كده غسله كويس زي ما انتوا شايفين نقعته الاول فيه مية ومعلقة من الطحينة وشوية من الدقيق علشان يشيل الزفارة وسبته حوالي ساعة كده على الاقل وبعد كده شطفت بمية زي ما انتوا شايفين كده هجيب شوية فريق كده وهبدأ احشي به علشان الفريق بتاعي ما يتوسخش معايا لازم اجيب طبق صغير كده وابدأ احط فيه شوية من الفريق وحشي الحمام زي ما انت شايفين من البطن كده وتحت الجلد زي ما انت شايفين بس اهم حاجة ما تملهوش على الاخر علشان ما يفرقاش معايا لازم يكون مهوية كده البطن بتاعته تكون مهوي مش تجبسيه وبعد كده بروح على الزور كده وافتحه بصوابع الاتنين زي ما انتوا شايفين كده وابدأ احشي الزور او الرقبة زي ما انت شايفين برقبة الحمامة اهو بقى بالنفس الطريقة دي بنظفه بالشكل ده شايفين شكله عامل ازاي وارجع الاجنحة بتاعته لورا اهو مهوية معي اهو مش كبسها اول حاجة عشان مايفرقعش معاي هجيب بقى ابرة وخيط وهبدأ اقفل الحمام بتاعي زي ما انتو شايفين كده هخيطه اهو انت حابك كتفي الحمام براحتك خالص بس انا بحب ان انا اخيطه علشان اه الشرب وانا بسلقه في الشربة ما يدخلش في الفريق شربة ويعجن معاك فلازم تخيطيه بنفس الطريقة كده زي ما انتو شايفين انا مش عايزة يدخل له مية ولا خالص ولا حاجة عشان ما يعجنش وهاجي على الرقبة او الزور بتاع الحمامة كده زي ما انتو شايفين انا شايلة الراس ببدأ الف عليها خيط زي ما انتو شايفين بنفس الطريقة وهنا بقى هنعمل مع بعض كمان واحدة برضو هحشيها من البطن زي ما انتو شايفين طريقته سهلة جدا اهو ما بياخدش وقت معاك خالص بجيب الحمامة بتاعت زي ما انتو شايفين وابدأ اه احشي الحمامة من الداخل كده بالفريق انت لو حابة تحشي رز بالخلطة برضو براحتك خالص وبعد كده بجيب الرقبة برضو بنفس الطريقة ووحشي الحمامة بتاعت من الرقبة اهو زي ما انتو شايفين عايزة اقول لكم طعمه كان في منطهر روعى والجمال لو جربتوه بالطريقة دي وبعد كده بنضف الحمامة بتاعتي زي ما انتو شايفين كده والاجنحة هرجعها الورا زي ما انتو شايفين او الجنحات بعد كده بجيب بقى الابرة بتاعتي والخيط وبرو بنفس الطريقة هخيطه بنفس الطريقة كده علشان انا مش عايزة يدخل له شربة من جوه عشان الفريق بتاعي ما يعجنش والفريق بتاعي بيكمل تسوياته مع الحمام هوه بتسلق انا اهم حاجة بسوي الفريق تلات اربع سوى ما بسويهوش على البتجاز سوى كامل لان هو هيكمل سواه مع الحمام كده هو بتسلق وبعد كده باجي على الحمامة من فوق مررقبة كده وهربطها بنفس الطريقة شايفين هو مهو معايا اهو مش كبساه خالص علشان ما يفرقعش معايا زي ما انتو شايفين هكمل بقية الكمية وهرجع لكم تاني وهنا بقى بعد محشية الحمام بتاعي زي ما انتو شايفين اهو بنفس الطريقة كده هنروح على البتجاز ونجيب الحل الأول على البتجاز ونحط فيها شوية من المية واول ما المية بتاعت تسخن او تغلي معايا كده زي ما انتو شايفين هبدأ اضيف ورق لوري وطماطم وبصل ومعلاقة فلفل اسود وحبهان ايه التوابل اللي انت حابة تحطيها في الشربة اهو زي ما انتو شايفين تقدر تحطيها حابة تحطي جزرايا برضو براحتك خالص اه الموجود عندك تقدر تعمليه وانا نقلتها على العين التانية علشان تبقى قريبة من الكاميرا معلش اسفة وبعد كده بنزل بقى بالحمام بتاعي زي ما انتو شايفين كده اهو وهوط النار عليه بقى يستوب راحته وياخد حوالي ساعة لربع على الاقل على حسب نوع الحمام بتاعك لو مش بيغير في السوا ولا حاجة اهو زي ما انتو شايفين شايفين الشربة بتاعته لق شكلها حلو ازاي وعايز اقول لكم رحتها في منطه الروع والجمال الشربة بتاعته سمينة جدا وباذن الله هيعجبكم لو عملته بالطريقة دي طريقته سهلة جدا ومش مكلفة خالص باذن الله لو عملته بالطريقة دي هيعجبك قوي قوي هو اخد معايا حوالي ساعة بالزبط وطفيت النار عليه هنتطلعه بقى ونروح على البتجاز عشان نحمر الحمام بتاعنا بنجيب الطاصة ونحط معلقتين كبار من السمنة البلدي بتدي طعم حلو قوي وابدأ بعد كده انزل بالحمام بتاعي علشان نحمره مع بعض وياخد اللون الدهبي الجميل كده اول ما ياخد اللون الدهبي هقلبه على الجنب التاني كده بس اهم حاجة تحمر الحمام بالسمنة البلدي بيد طعم حلو بيعمل فرق جامل بصراحة عن الزيد السمنة البلدي بتدوله طعم حلو قوي بقلبه على الجنب التاني اول ما ياخد اللون الدهبي كده على جميع النحاة كده هقعد اقلب فيه انا عايزا ياخد لون دهبي من جميع الجهات زي ما انت شايفين كده واول ما الحمام بتاعي ياخد اللون الدهبي هبدأ بقى اخرجه من الزيت او السمنة زي ما انتو شايفين كده او المادة الدهنية شايفين لونه عامل ازاي لونه حلو قوي وطعمه كان في منتهى الروع والجمال بصوا الجمال شايفين سهل وسريع جدا وكده حمرنا الكمية بتاعتنا زي ما انتو شايفين اهو شايفين عايز اقول لكم رحتوا طعمه في منتهى الروع والجمال عملت جنبيه شوية رز اصفر رز مصري مش رز بسمتي ولا حاجة وفرشت في الصينية وبدأت اوزع عليه الحمام زي ما انتو شايفين كده عايز اقول لكم كان في منتهى الروع والجمال جربوه والله العظيم بجد كان تحفة جدا باذن الله يعجبكم وكده الفيديو بتاعنا خلاص خلص بتمنى يكون عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش كمان مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا ولا من كلامكم الجميل ولكم بالمثل استنون الفيديوهات الجاي باذن الله اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي مع السلام